اشتركوا في القناة المنتخب الكاميروني تأكد بإذن الله عودة محمود حمدي الوينش كقال بدفاع أساسي أمام المنتخب الكاميروني كمان شفنا حمدي فتحي بيعود للتدريبات بقوة يعني واحتمالية كبيرة جدا أنه يكون موجود في المباراة اللي جاية ولكن طبعا زي ما عرفنا أنه في بعض الأخبار اللي مش حلوة أوي زي مثلا مغادرة أحمد حجازي اللي هيغادر العاصمة يوندي بعد قليل إلى ألمانيا التي أحد المراكز المتخصصة عشان يبدأ رحلة علاج وبناء على يعني طلب من كيروش عاوز جاهز حجازي قبل ماتشين السنغال في التصفيات النهائية لكأس العالم عشان كده طلب أنه أحمد حجازي سافر بسرعة عشان يبدأ رحلة العلاج وبالتالي كده أصبح أحمد حجازي خارج البطولة كمان شفنا محمد أبو جبل من الوارد ولكن احتمال ضائل شوية أنه يمكن يكون أساسي في المباراة اللي جاية بعد مشارك بقوة في تدريبات التأهيل ولكن لم يشارك في التدريبات الجماعية النهاردة الحضري كماعات نين حراس فقط في التدريبات الجماعية سواء محمد صبحي أو محمود جاد والحقيقة الحضري عمل لهم تدريبات صعقة مش تدريبات حراس تدريبات على قدم وصاق بروح جمدة جدا في التدريبات كمان من الواضح كده أنه كيروش في المباراة المقبلة أمام المنتخب الكاميروني هيعتمد على الوينش جنبه محمد عبد المنعم كقلبي دفاع وعمر كمال عبد الواحد هيلعب ناحية اليمين وناحية الشمال هيكون فتوح وخط الوسط هيكون النني والسلية وقد يكون حمدي فتحي أو يبدأ بأيمن أشرف زي ما بدأ بي في مباراة المغرب الماضية كمان الخط الهجومي هيكون صلاح ومرموش ومصطفى محمد خليني أقول لحضرتك كمان في خبر حلو أنه إن شاء الله مباراة يوم الخميس المقبل أمام المنتخب الكاميروني خلاص سيادة السفير العام الموجود رائع جدا زي ما حضرتك قلت خلاص تقرر أن يكون فيه طيارتين كل طيارة هتحمل 300 مشجع هيكون الفرق ما بينهم ساعتين ويقتلب واجتمع السفير مع وزارة الداخلية الكاميرونية عشان تأمين جمهورنا اللي هيحضر المباراة من المطار حتى المدرج في استاد أوليم بيه والمدرج هيكون مخصص مدرج لجمهورنا داخل الاستاد وفيه بعض النصايح لازم نوجهها ليه جمهورنا إن احنا كلنا نكون موجودين مع بعض من المطار حتى الاستاد بلاش نحتكي بأي جمهور كاميروني تماما لأنه فيه بعض المتعصبين الموجودين وممكن ساعات ممكن ما ياخدوش خفة الدم المصرية إحنا طبعا شعب متعاود على خفة الدم وعندنا روح الدعابة يعني ممكن نرملهم إفهات كده هم يفهموها وتقلب بخناقة يعني ممكن نقول لهم بقى التعناق وبركينا فسو 2-0 والسونج وزيدان لا هم مش هيفهموا الكلام ده هم مش هيتحقوا عليه خالص هم هيقلبوا الموضوع بخناقة فعشان كده لازم نخلينا بالنا من نفسنا كويس جدا إن بالتأكيد ضافر مواطن مصري وحيد بالدنيا كلها وأغلى من أي كرة قدم في الدنيا هنا في بعض المتعصبين يعني حتى هنا في الكاميرون معاملتهم اتغيرت معانا شوية بعد ما عارفوا إن احنا هنلاعب الكاميرون المباراة اللي جاي عشان كده لازم نخلي بالنا من نفسنا ونكون كلنا موجودين مع بعض كابتن سيف دي كانت معظم الأجواء والكواليس اللي موجودة هنا في العاصمة الكاميرونية يون دي بالتأكيد من يون دي إلى القاهرة تكلم عليه كابتن سيف زاهد تكلم عليه كابتن سيف زاهد